السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم احمد صبحي. النهاردة ان شاء الله هنشح طريقة عمل الجنب ده بطريقة بسيطة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا جماعة الجنب اللي هنبدأه ده جنب تان جيت كاباتون ايه? الادوات اللي انا شغال بها دي ادوات بسيطة جدا. موجودة في اي مكان. ده عود برور. والقطعة الصغيرة اللي مسكها في دي دي. دي اه اصيصها قطيعة من عود البور واخد بها مقاس يعني اعمل بها مقاس. علشان المربع يطلع معايا مزبوط من فوق زي تحت. ودي طريقة اه ابسط ريها انا اشتغلت بيها. علشان ما خططش الجنب بالرصاص او ما عاملش في تبشير ويفضل معلم معايا بعد كده ويبوز للرسمة بعد كده ويفضل معلم ما يروحش. ليه الادوات اللي انا شغال بها دي الادوات ده كوة جماعة. زي ما حدوكم شايفين. باخد خط رفيع او المسدس كده وبعض البرور. بالعلام الصغار اللي معايا ده بقيس من فوق. وبعدين بقيس من تحت كده. عشان يطلع معايا الخط مزبوط. بدون اي مقاسات. بدون مخوب مشد باستيك. بدون اعمل اه اخطط الاول بالمتر واقس مقاسات وعجع في دماغي. موضة بسيط جدا. افسط الاشياء. بس ملحوظة مهمة جدا جدا هي يا جماعة. الخط اللي انا شغال به ده. يا ريت الخط المعمول ده. يا ريت تحاول بقدر الامكان تخلي الخط ده خفيف جدا. على قد ما تقدر تخليه خفيف. لان ده المفروض ان هو الخيط اللي شديد القماش. فما ينفعش مش هيبقى واقعي لو عملت الخط ده عريض. عشان يبقى جنب يبقى معاك واقعي كويس. والحاجة سري دي محترمة يا ريت ما تعملش الخط ده عريض. تخليه خفيف بقدر الامكان. ويبقى على وشك ان هو مش باين اصلا. ما فيش مشكلة انا مش محتاج منه غير انه يحدد للمربع فقط. مش عايز يعمل لي اي علام لان انا اللي هيباين الجنب معايا هو آآ الشغل التخبير والتصديل والزيل والنور اللي انا هعمله هو اللي هيباين معايا تأثير الجنب. نفس الكلام بناخد من تحت من خطة الجنب ومربعات. العلام هو بغضل من فوق زي تحت. العلام ده مش مقاس معينة جماعة اي مقاس. تعمله تلاتين عشرين ااربعين زي ما انت عايز على حسب كبر الجنب معاك. بس لو كان الجنب معاك كبير قوي كبر المقاس هيبقى اوضح واحسن. ما يبقاش جنبي مسلا اربعة خمسة متر وتعمل انت المقاس ده خمستاشر عشرين لا. خليه كبير اكبر من كده هيبقى احسن واحسن. بسيط جدا ومش محتاج اي عامل معايا ولا حد يمسيك لي حاجة ولا حد يسنيد لي حاجة بسيطة جدا اللي بيتطبق ده بيتطبق على جنب حتى لو عشرة متر. لان هو المفروض اسطنبه واحدة. المربع مفروض اسطنبه واحدة. اللي هتعمله في المربع هو اللي هتعمله في كل المربعات. احنا عاملين نموزك صغير كده عشان يباين الفكرة بس مش اكتر. يباين الطريقة مش اكتر. الخط رفاعل ازاي فيه الخط رفاعل ازاي يا جماعة? وفيه اماكن فيه مش باينة كمان. دي افضل وده هيشوفها بعدين. هتبان معاك بعدين كده بعدين من جنب يخلص. بعد ما خلصت الجنب مربعات كده هبدأ ان انا ازلل الجنب. اخد التأثير. التأثير اللي هو تانيات القماش. باخد شعاع زي ما انت شايف كده. شعاع من فوق ومن تحت ومن نص. شعاع ده مالوش مقاس معين عادي. اه طول من سنة قصر سنة ما فيش مشكلة. الملحوظة المهمة قوي اللي هتتعمل في الشعاع ده ان انت تحاول بقدر الامكان تخلي الخط تطالع منك على ما فيش. ما تخلوش قاطع في النص المربع. احن ده هيبوز الرسمة مش هيبين التأثير بتاعه. لازم الخط يطلع على ما فيش. ويبدأ بغامق وينتهي بفاتح رايح على الهوى كده. نفس الكلام هطبق نفس الكلام في جميع المربعات. بس انا باخد من الشمال واليمين فقط. في ناس بتاخد اه اه الشعاع ده علشان يبان معاها تانيات القماش بتاخده من فوقه من تحته من الشمال واليمين ده غلط مية المية. ده غلط مية المية. مفروض ان انت تاخده من آآ من جزئين اتنين فقط. او تلاتة لو امكن. بس بتبقى بمقاسات. بس دي ابسط طريقة. ان انت تاخد من الشمال واليمين فقط. لان فيه تصليلات بعد كده لسه. نفس الكلام هنطبقه. طول منك سنة قصر سنة مفيش مشكلة. كله بالمسدس. زي ما حدوكم شايفين. موش محتاج حرفة خالص. اي حد بيستخدم المسدس. مش محتاج حرفة يعني. اي حد بيستخدمه. هيطبق الجنب ده بكل بساطة وبكل سهولة. وبابسط الاشياء وبابسط الامكانيات. انا شغال باللون واحد ما غيرتوش ومش هغير اللون. مش هضيف بس غير اللون الابيض في النهاية وخلاص عشان يبقين لي بروز الحاجة. مش هغير اللون خالص بنفس المسدس. نفس الكلام هطبقه في كل مربعات. زي ما قلنا يا جماعة ركزوا على الحيطة دي. خل الشعاع ده يطلع منك على ما فيش. يبقى من تهي على ما فيش. في نهايته كده ما فيش قطع عشان ما يبقص منك الحاجة. بعد ما خلصت كده هبدأ اخد بقى التصديل بتاعي من تحت فقط يا جماعة. تصديل ده من تحت فقط. وغبرة خفيفة جدا. ما تقلش حول ما تقلش بقدر الامكان حاجة خفيفة جدا. وبرده تطلع مني على ما فيش. نقطة انها تطلع على ما فيش دي يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. في شغل السري دي بالزاد. لان لو عطعت الجنب في النص كده مش هيبقى وكاعة خالص. لان المفروض خيال اي حاجة في الدنيا بيبقى رايح على ما فيش. ما بيبقاش متحدد كده. لازن كانت الحاجة بارزة قوي وعملة خط. زي ما يكون معلق صورة على الحيطة مسلا وعملة خيال جنبها. ده بيبقى ما فيش مشكلة منه عامل خط. لكن ده لازم يبقى رايحة على ما فيش. بعد ما خلصت كده. باخد الغامق بتاع الزرار. اللي هو هيبقى عليه الزرار. النقطة اكثر اللي هي الاكتر نقطة غمقى في المكان. هي النقطة دي. بنفس المسدس برضو ما غيرتش اللون خالص. نيجي عند النقطة ديت وهي من اهم النقطة وهو بروز الحاجة بالابيض. وزي ما قلنا قبل كده يا جماعة الابيض ما كترش منه حاول بكادر امكانة خلي الابيض خفيف معي. وبرضو رايحة على ما فيش. الحاجة اللي شغال بها تكون رايحة ما فيش. شايفين? حاجة بسيطة جدا ايه? لسعة نور بسيطة. ما بين اه كل شعع وشعع تديك اه بروز التانيات بتاعت القماش. يعني دي تانية فعلا برزة. طبعا الارضية اللي احنا شغلنا عنها دي حاجة اه مش مساعدان يعني مش مساعدان ان انا طلع جودة عالية ولكن الطريقة دي انت تطبقها طبعا على الجنب اللي معك. متاسس كويس. هيطلع معك شغلة كويس. اتبع الخطوات كويس. هتلاقي شغلة طالع معاك ممتاز. وطلعوا احسن من كده كمان بكتير. اسبر على الحاجة هتطلع معاك احسن من كده. نفس الكلام هطبقه فوق وتحت اولا. دايما نخلي الغبرة بتاعتك خفيفة قوي. ابيض بالبني باي حاجة خلي الغبرة بتاعتك خفيفة. وطبعا الجنب ده يا جماعة مالوش الوان معينة انت تقدر تنفز الجنب ده على اي لون يعجبك. اي لون مهما كان. تقدر تنفزه عليه. ده نموذج اه لاي رسمة لاي لون اقصد. جنب يبدأ معنا هو. بدأ يبان تنجيد سري دي. تانيات القماش بدأت تبان معنا. جنب طبعا الابيض ده مش باين في الصورة قوي. ولكن هو باين معي على الطبيعة. هناخد بقى الزرار. بنفس المسادس برضو بقرب ايدي قوي وبادوس ضغطة بسيطة بيطلع معي دايرة مظبوطة جدا. بدل ما امسك سطوانة او اي حاجة اعمل بقى اسطنبه لا بنفس المسادس على طول. كده بقى احنا خلصنا الجنب. زي ما حضركم شايفين شايفين التأسيرات بتاعت الجنب. شايفين التانيات. جنب سري دي. بحاجة بسيطة جدا. حاجة جميلة ومنتازة. ديكور ممتاز. كده بقى احنا خلصنا الجنب. واي حد محتاج اي شرحة اي رسمة يكتب لي في التعليقات. وكده بقى احنا خلصنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.